في ناس ما بيتحبش تروح لدكتور التقوين وخاصة البنات والسيدات علشان البريسز أو البركت بيبقى شكلها متالك نقول لهم إيه؟ آه والله هو اللي عايز أقول لك إنه إحنا في طب الأسنان عندنا كل حاجة فيها الحاجة الأولى، الحاجة التانية، الحاجة التالتة يعني فيه الطبيعي أو التقليدي يعني وفيه حاجة المطورة أو الحديثة أو الأدفانس دي اللي إحنا بنقول عليه فلو كلمنا على طب الأسنان من أول إلى آخر وهنلاقي كل حاجة كده يعني حشو البلاتين موجود وحشو الكمبوز التجميلي موجود البورسلين موجود والسيراميك موجود ماشي والإيماكس موجود والزركونيا موجودة والمريض بيختار حاجة اللي هو عايزة عندنا في التقويم، تقويم الأسنان المعدني موجود وليه الفئة اللي بتطلبه تقويم الأسنان الشفاف السابت على الأسنان موجود وليه الناس اللي بتطلبه برضه تقويم الأسنان الغير مرئي اللي بيتركب على الأسنان من الداخل الموجود وليه المرضى اللي بتبقى عايزاه تقويم الأسنان عن طريق نظام القوالب أو اللي هو الألاينرز موجود بقاله مدة زمنية كبيرة ماشي وبدأ بقى موجود في مصر ومنتشر في الفترة الحالية ماشي وليه الناس اللي بتطلبه كل ده بيعتمد على المريض هو وعيه وثقافته إيه؟ هو عايز يعمل إيه؟ حالته المادية تسمح له إنه هو يعمل أي نوع من دول يعني هو المريض بيختار وإحنا بننفذ له بعد ما بنشرح له كل نوع مميزاته إيه؟ وعيوبه إيه؟ وإيه اللي ممكن يديله النتائج كويسة مع الوضع في الاعتبار دور المريض ودور الأسرة في الوصول لأحسن النتائج مع الخطة اللي بيحطها دكتور تقويم الأسنان علشان يحض النتيجة العيسة يعني أنا في التقويم الشفاف أو أنواع التقويم كلها سواء بقى مثل أو شفاف أو كل الأنواع لأخيرها المريض هو اللي بيختار؟ يعني في كل الحالات ينفع عمل كل حاجة؟ إحنا اتفاين أنه عندنا ديمقراطية ساعدتك عليك العرض والمريض عليه هو يطلب وإحنا علينا أنه ننفذ لكن أقصد أقول النتيجة واحدة في الآخر النتيجة واحدة